السلام عليكم طلاو وطلبات الصف الثاني الاعدادي ان شاء الله بالفيديو دوت هتكون مراجع نهائية بالنسبة لامتحان الترم الاول ان شاء الله اتت ساعة الصفر خلاص جت لحظة الحسم واللي زاكر زاكر بس احنا مش هنقول كده طبعا لان احنا لحد اخر لحظة عندنا امل ان شاء الله ان شاء الله الدنيا سهلة كل حاجة بسيطة باذن الله انا مش عايزة ااخد من وقتكم او ضيع وقتكم بالكد بس انا حابة ان انا اقول مقدمة كده في الاول في نقاط معينة علشان نحاول ايه ننظم وقتنا ونعرف نلم الدنيا يعني طبعا هو الطلبة اللي هما ماشيين بانتظامه وكده ما فيش اي مشكلة بالنسبة لهم ان شاء الله لكن لو مثلا في طلبة مثلا يعني مش عايزة اقول كانوا مقصرين شوية او شي بس انا عايزة احط لكم زي بلان او زي خطة ترتبوا يومكم عليها لان في طلبة منكم امتحنهم بكرة على حسب الجداول بتختلف من منطقة المنطقة فانا عشان الم مادة الانجليزي ايه اللي ركز عليه بالنسبة لطلب التانية عدادي ما عليش طويلوا بالكم معايا شوية بالنسبة لطلب التانية عدادي ايه اللي هركز عليه عشان نلم مادة الانجليزي وما نضيعش وقت كتير بالنسبة لمادة الانجليزي والله تعتبر مادة سهلة يعني انا مش مش عشان مادتي بس هي فعلا ممكن انت في الانجليزي لو تزكيت او شغلت دماغك شوية انت تجمع في الامتحان درجات احسن من امتحان العربي يمكن امتحان العربي ممكن يطير منك درجات كتير لكن مادة الانجليزي امتحانها والله سهل جدا ان انت تجمع فيها طيب تعالوا نقول البلان او الخطة بتاعتنا لو انا هلم مادة الانجليزي ايه الحاجات اللي ركز عليها انا دلوقتي عندي امتحان وانا عايزة لم الدنيا بكرة مثلا فاول نقطة اخد بالي منها اول حاجة هعملها مراجعة الكلمات مراجعة الكلمات انا طبعا عندي المنهج 9 units تمام انا عندي المنهج 9 وحدات حلو الكلام فانا لازم اراجع كلمات 9 وحدات هتقول لي طي يا لهو يا مستب امتا يعني ما فيش وقت احنا بقى مش هنراجع ورقة وقلم ولسه هنحفظ خلاص ما فيش وقت احنا هنمر عليهم مرور الكرام ان احنا بس نتذكر المعاني بتاعة الكلمات طبعا عندي مع كتاب المعاصر فيه كراسة المعاصر كراسة المعاصر للمراجعة وللاختبارات دي يعني هتساعدني شوية ازاي هتيجي مثلا هنا شايفين هنا مثلا في كراسة المعاصر دي في صفحة 19 جايب لك المفردات المهمة اللي جات بالوحدات فهنا هتلاقي مثلا يونت 1 وهنا يونت 2 اهي انا بحاول اوريكم طبعا المفروض دي تبقى ما بين ايديكم تمام فهو مجمع لكل الكلمات المهمة في ورقتين بالضبط ورقتين وش وظهر تمام يبقى دي بالنسبة لمراجعة الكلمات لو انتو حابين تراجعوا الكلمات مع نفسكم مراجعة الكلمات بدأ من صفحة 19 في كراسة الايه كراسة المراجع والاختبارات في كتاب الايه المعاصر يبقى اول حاجة هنرجحها هي الكلمات طيب ان شاء الله مش هتاخد منك وقت يعني انت لو نقول مثلا نديها نص ساعة او في بعض الطلبة عشان تراجعها ممكن تاخد ساعة في الورقتين وش وظهر طيب خلصنا المراجعات هنيجي بعد كده للنقطة التانية القواعد لازم اراجع على كل القواعد بتاعة 9 وحدات القواعد اللي عندي اللي انا طبعا بقول عليها في الانجليزي اللي هو الجرامر بالنسبة لقواعد الجرامر لازم اراجعها كويس تمام طيب انا طبعا عشان اراجع لكم الجرامر في حلقة واحدة هتبقى طويلة جدا وهيبقى الموضوصة وانت دماغك هتأكسد معي فانتو لو عايزين تروحوا للحلقات بتاعة القواعد في القناة عندي انا هقول لكم تتوصلوا لها ازاي بسهولة ومش هتاخد معكم وقت بس خليني اكمل البلان او الخطة اللي انا هقول لكم عليها تالت نقطة هنركز عليها او هنرجعها عشان نلمي مادة الانجليزي فيه اللي هو او المصطلحات فيه المصطلحات الهمة او التعبيرات الهمة اللي هي كانت بتيجي تمام كده في كل يونت دي برضو لازم نرجحها لانها بتكون موضع سؤال وبتجيلي في شكل اختياري بعد كده رابع حاجة هنراجع التعبير بالنسبة لموضوعات التعبير برضو في كراسة المراجعة والاختبارات في كتاب المعاصر عندي في صفحة يعني حوالي اربع موضوعات تعبير تمام؟ الاربع موضوعات تعبير دول ممكن نلقى عليهم نظرا برضو في الحلقة برضو هنبص عليهم وهنشوف الدنيا فيها ايه وازاي نكتب موضوع التعبير طيب راجعنا على بعض موضوعات التعبير المهمة هرجع على موضوع التعبير ازاي ان انا مثلا اشوف ايه الافكار اللي بتكرر كتير في الامتحانات ايه المواضيع اللي ممكن تكون عليها ايه توقعات اكتر انا مش عايزة اقول توقعات عشان ما تركز في حاجة معينة وتيجي بعد كده تروح تتصدم في الامتحان وما تلاقيش اللي انت ركزت عليه او حفظته او زاكرته او واتفا فاحنا هنشوف كده نلقي نظرة سريعة على موضوعات التعبير وهنشوف بنكتبها ازاي اخر حاجة معايا وهي القصة القصة بقى مش هنرجحها من الكراسة دي هنرجع للكتاب الكبير الكتاب بتاع المعاصر اللي احنا بنشتغل منه هو جايب نقاط مهمة على الاربع فصول القصة عندي اربع فصول جايب عليها نقاط مهمة وحلوة جدا بدأ من صفحة تمام وبرضو هنلقى عليها نظرة ونشوفها يبقى القصة عندي بس في الكتاب الكبير الكتاب الاساسي الكتاب الاساسي اللي هو كتاب المعاصر صفحة 347 وهنشوفها مع بعض النقاط المهمة بالنسبة للقصة طيب يبقى هي دي النقاط انا لو ركزت على دول انا كده لميت مادة الانجليزي ورجعت كل جزئية فيها طيب انا قلت دلوقتي بالنسبة للقواعد والمصطلحات الهمة دول يمكن من اكتر الاجزاء اللي لازم نركز عليهم جدا طيب انا اعمل ايه انتو لو دخلتوا عندي على القناة هتلاقي مثلا القناة مكتوب فوق الصفحة الرئيسية مثلا لو على شاشة الموبايل الصفحة الرئيسية الفيديوهات المنتدى الكلام ده كله انتو عارفينه طبعا انتو على طول بتدخلوا على اليوتيوب وكذا فانتو لو دخلتوا على الفيديوهات او قوائم التشغيل هتلاقوا الصفحة عندي مترتبة جدا يعني هتلاقوا اليونت او الوحدات مترتبة يعني انا كل يونت عم نصور مصغرة للوحدات ماشي فهتلاقوها حتى كمان كل يونت معمولة بلون معين علشان ما تطلق بطوش او الدنيا تتوه منكم هتلاقوها مثلا يونت مكتوب على الصورة المصغرة مثلا وليكن يونت وان هتلاقوا مثلا كل يونت انا منزلاها في خمس اجزاء وشرحوها هتلاقوا مثلا الجزء الاول الجزء التاني الجزء التالت الجزء الرابع الجزء الخامس يبقى اليونت عندي انا مقسمها الخمس اجزاء تمام هقول لكم الخطة اللي انا ماشي بيها علشان ما تتحيروش اللي عايز مثلا يراجع القواعد من القناة يدخل على اي جزء في كل يونت اللي عايز مثلا يراجع المصطلحات الهمة يدخل على اي جزء في كل واحدة الجزء الاول انا قيلة فيه كلمات الدرس طبعا الدرس الاول والتاني تمام كده واريا فيه الدرس وامترجمينه مع بعض تمام كده الجزء التاني قيلة فيه الملاحظات العامة وحل عليها تمارين تمام الجزء التالت بقى واللي هو المهمة عندي الجزء التالت من كل واحدة شرحة فيه القواعد وكمان حل عليها تمارين تمام يبقى اللي عايز يركز عندي ويراجع القواعد هيدخل على الجزء التالت من كل واحدة هيشوف القواعد وفيه حل تمارين عليها كمان طيب الجزء الرابع الجزء الرابع برضو انا شرحة فيه اي لا فيه كلمات اللي هي بقى كلمات الدرس التالت والرابع عشان أنا كل يونتا عندي فيها أربع دروس كل درسين مع بعض تمام؟ شرحة فيها وأيلة فيها كلمات الدرس الثالث والرابع أريين الدرس وامترجمينه أوكي؟ الجزء الخامس من الوحدة أيلة فيه ملاحظات عامة والملاحظات العامة دي حل عليها تمرين وكمان شرحين الوظائف اللغوية حلين كمان اتنين محادثة محادثة ديالوج محادثة طويلة ومن ديالوج محادثة قصيرة تمام؟ يبقى الجزء الخامس من كل واحدة أيلة فيه الملاحظات العامة اللي هي الكلمات وحلين عليها تمرين وقالين الوظائف اللغوية وحلين محادثتين الوظائف اللغوية اللي في كل يونت دي متعلقة بالمحادثات هي اللي بييجي عليها سؤال المحادثات فانا شرحوها وحلين عليها محادثتين دي الخطة دي الخطة بتاعة القناة فاللي عايز يراجع القواعد هيدخل على الجزء الثالث في كل واحدة اللي عايز يراجع مثلا ديالوج أو سؤال الديالوج هو محتار فيه أو عايز يركز عليه أكتر هيدخل الجزء الخامس من كل جونت تمام؟ طيب انتوا لو جمعتوا الحلقات دي هتلاقوا مثلا ان القواعد الجرامر كله مشروح مثلا في ساعة ونص لو انتوا جمعتوا كل التسعة وحدات هتلاقوا حزبت ساعة ونص مش كتير وبرضو الملاحظات العامة نفس النظام تمام؟ طيب احنا كده عملنا الخطة بتاعتنا وعرفنا ايه النقاط اللي هنركز عليها في الإنجليزي تمام؟ ولو احنا عايزين نراجع حاجة معينة هندخل على أي جزء في القناة نركز على الجزء الثالث والخامس من كل واحدة حلو الكلام؟ طيب احنا قلنا موضوعات التعبير في صفحة 31 أنا لو دخلت على الكتاب ده هلاقي صفحة 31 جايب لي موضوع تعبير عن منارة الأسكندرية لو نزلت شوية هلاقي جايب لي موضوع تعبير عبارة عن ايميل بعد كده جايب لي موضوع تعبير عن اللي هو البرنامج المفضل لديه في التلفزيون وفي الآخر خالص جايب لي برضو ايميل لو انا بصيت مثلا لموضوع التعبير ده لما اجي اكتب موضوع التعبير اركز على ايه واخد بالي من ايه انا متخدش من موضوع التعبير موضوع التعبير مش قرآن انزل او يعني حاجة مقدسة ماينفعش فيها التغيير موضوع التعبير كل واحد فيه بيكتب بطريقته زي العربي بالظبط انا لما اقولك مثلا اتكلم في العربية عن موضوع تعبير عن العلم اتكلم مثلا عن اهمية التعلم مثلا اتكلم عن تلوس البيئة كل واحد بيتكلم بطريقته باسلوب وبيستخدم جمل معينة كلمات معينة نفس النظام في الانجليزي تمام اهم حاجة ان انا كون بعرف اركب جملة صح واكون جملة صح لو انا عندي موضوع تعبير مثلا بيقول لي اتكلم مثلا عن الويك اند بتاعتك الاسبوع اللي فات او العطلة الاسبوعية بتاعتك الاسبوع اللي فات اراعي ان الافعال بتاعتي تكون كلها في الماضي لما اجي اكتب الخط يبقى واضح اسيب طبعا مسافة هنا في الاول خالص لما اجي اكتب موضوع التعبير في نهاية كل جملة لازم احط في الاسطب لازم احط فصلة ماشي او كومة تمام الجملة بتاعتي لازم تبتدي بحرف كابتل كل الحاجات دي لازم ااخد بالي منها لو انا مثلا بكتب موضوع التعبير وفيه مثلا اسم مكان او اسم شخص او الاسماء العالم دي لازم تبتدي بحرف كابتل فناخد بالي منها كويس هنا مثلا موضوع التعبير ده اللايتهاوس او المنارة بيقول لي ايه ان اللايتهاوس تم بنائها في اسكندرية جملة بسيطة جدا كده انا كتبت له جملة جملة اللي وراها مش لازم بقى اكرر اللايتهاوس كل جملة اكتبها اجيب ضمير بيحل محلها طبعا اللايتهاوس والضمير اللي هيحل محلها ات لان هي غير عاقل فهقول ايه يعني اتبنت في حوالي او تقريبا متين تلاتة وتمانين بي سي اي يعني قبل الميلاد اللي فاكر التاريخ اوكي مش فاكر التاريخ بلاش يكتب جملة زي دي فصلة الجملة اللي بعديها يعني معناها ان هي اتبنت في عصر هنا التايم بمعنى عصر الملك ايه باطلايموس نقطة الجملة اللي وراها وان كتير من السياح بيحبوا زيارتها تمام هي وراها فعل فيه اي 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 جي الجملة اللي بعد كده منارة الاسكندرية منارة الاسكندرية يعني مقامة هنا مع الماضي بتاع الفيرب او الفعل stand مقامة على جزيرة صغيرة يعني العديد من الزلازل damaged it دمرتها لو افرد انا مثلا عايز احسف جملة من هنا صعبة مش عجباني خلاص بلاش ما تكتبهاش لو انت عندك جمل تانية عن اللايت هاوس مثلا ممكن تضفها جملة افتكرتها من نص الدرس ضفها تمام مفيش اي مشكلة المهم ان انت تلتازم باللي هو طلبه منك في موضوع التعبير لو طلب منك ست جمل بتكتبله ست جمل لو طلب تسع جمل هنكتبله تسع جمل مفيش اي مشكلة فهنا مثلا نيجي بعد كده لموضوع الايميل انا عشان اكتب موضوع الايميل هقول to الاول موضوع الايميل ده مبعوط لمين من مين مين اللي بعته to هنا معناها الى فهنا مبعوط الى حبيبة مثلا البنت تمام لو هو مش محدد لك اسامي في الامتحان فهتحط نقط او شرطة ما تكتبش هي اسامي from يعني من مين اللي كاتب الايميل toka او بنت اسمها toka subject اللي هو موضوع موضوع الايميل موضوع الايميل the subject ايه famous sportsman famous sportsman يعني رياضيين مشهورين بيتكلم عن الناس الرياضيين المشهورين والشخصيات الرياضية المشهورة لازم ابتدي الايميل بتاعي بكلمة دير اراعي كده هبتدي الايميل بتاعي دير دير معناها عزيزي او عزيزاتي طيب انا كتبها المين to mean لحبيبة فهقول دير حبيبة طبعا دير بدء بحرف capital وبعد حبيبة لازم احط الكومة الصغيرة دي دير حبيبة نلاحظين الاسم بادئ بحرف capital ناخد بالنا اسماء الاشخاص او الاماكن او اسماء الشهور او ايام الاسبوع لو انا تعرضت لها وكتبتها في موضوع التعبير لازم تكون capital فبتقول لها ايه بقى محمد علي كلي is the most famous sportsman of the 20th century محمد علي كلي احنا عارفين طبعا الشخصية دي is the most famous يعني اكثر حد مشهور او اكثر رياضي مشهور في القرن العشرين 20th century تمام الجملة اللي بعدك اده he was a great boxer يعني هو كان great boxer يعني ملاكم مرائع او عظيم اوكي الجملة الاولى دي لو لاحظنا هلاقيها طويلة جدا انا ممكن الجملة الاولى دي اكتبها انا في جملتين يبقى انا كده بطول من عدد الجمل او بكتر من عدد الجمل لو انا مثلا الانجليزي مش مساعدني او الكلمات مش مساعداني مثلا جملة بسيطة جدا مثلا تقول لها ايه في الاول اي ادمير محمد علي كلي بس اسطب بالحد هنا يعني انا معجبة بشخصية محمد علي كلي نقطة وقوم ايلالها ايه هو من اكتر الشخصيات الرياضية المشهورة ادي كده جملة تانية يبقى انا كده لو جملة زي دي انا ممكن اضيفها في جملتين تمام تمام؟ طيب نجي نكمل لما كان عمره 18 سنة فصلة هو فاز بجائزة زهبية يعني جاء فاز بميدالية زهبية في الاليمبيات في روما نقطة فلسطب كل الناس من جميع انحاء العالم حبيته كانت بتحبه جدا او اعجبت به فلسطب خلص الجملة وبعد كده بيقول لي ايه افتر هي رتايرد فروم بوكسنج لو مش حابين تذكره طواريخ بلاش يعني هو مش 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 امتحن في التاريخ او الدراسات الاجتماعية مش امتحن في التاريخ كل اللي احنا هنعمله عادي مش عايزين هنقول مثلا افتر هي رتايرد فروم بوكسنج يعني بعد ما هو من البوكسنج من اللعبة دي لانها لعبة شقة هنقول فصلة كما اللي هي بعد التاريخ دي محمد علي did a lot of charitable projects يعني عمل الكثير من did هنا ما did do عمل الكثير من المشروعات الخيرية لو الكلمة دي صعبة بالنسبة لك نبسط الدنيا ممكن اقول lot of good projects يعني مشاريع كويسة او جيدة محمد علي died on june محمد علي اتوفى في شهر يونيو في الثالث من شهر يونيو سنة 2016 aged 74 وكان عمره 74 لو عايز مثلا تضيفي او لو عايز تضيف جملة تاني ممكن تقول I watched it on tv انا شفته قبل كده في التلفزيون ادي دي جملة فانت بقى ايه ابتكل يعني حاولوا ايه توسعوا مدارك خيالكم شوية تمام في اخر الايميل كتب له يورز يعني الصديقة او صديقتك توكا كتب ايه الاسم بتاعها تمام كده لو هو اقيل لك اسماء هنكتبها مش تذكر لك اسماء في الايميلات ما تكتبش اي اسماء في ورقة الامتحان ده بالنسبة لموضوع التعبير نيجي مثلا نشوف موضوع تعبير زي ده وحساه يعني ممكن يجي لبعضكم my favorite tv program البرنامج المفضل لدي او ممكن هو كمان يجيب لك موضوع تعبير general يعني مالوش علاقة بالدروس بس ايه يعني مرة عليك قبل كده انت تحرف تتكلم فيه او تكتب فيه هنا بيقول لك ايه animal world وما بين قصين كده يعني معناها عالم الحيوان ده اسمي برنامج is my favorite tv program هو البرنامج المفضل بتاعي افرد انت مثلا فيه برنامج تاني انت حابب تتكلم عنه اكتب عادي مش مشكلة the program starts at 2 pm يعني معناها ان البرنامج بيبدأ الساعة اتنين بعد الظهر بي ام يعني مساءة بعد الظهر every friday يعني كل يوم جمعة every friday هنا friday ده اسم من ايام الاسبوع فبادئ بحرف كبد فلسطوب فاصلة it gives me gives me يعني بيعطيني او بيزودني it gives me much information about different animals يعني بيديني معلومات كتير مختلفة عن الحيوانات فلسطوب i can also see some animals from different countries كمان انا اقدر او استطيع ان انا ارى بعض الحيوانات from different countries من دول اخر i can see the program another time on tuesday كمان انا استطيع ان انا ارى البرنامج another time في وقت اخر اللي هي الاعادة يعني للبرنامج on tuesday مثلا يوم الثلاث هنا برضو اسم يوم من ايام الاسبوع بادئ بحرف كبد فلسطوب these programs are very useful هذه البرامج are تكون very useful مفيدة جدا لازم الجملة بتاعتي تبقى بدقة فاعل وفعل ومفعول لازم تكون جملة متركبة صح يعني ما ينفعش اقول these programs very useful فين الفعل بتاع الجملة لازم الجملة يكون فيها الفعل بتاعها these programs are very useful طب لو الكلمة دي مفرد يبقى مثلا this بدل this للجمع this program is very useful نراعي كمان التركات النحوية دي او بتاعة القواعد او نيجي بعد كده هنا للايميل التاني ده to رمزي يعني الى رمزي from من مين من انس من ولد اسمه انس subject موضوع الايميل عن uninteresting place يعني مكان شيق او مكان ممتع ده برضو جميل ممكن يجيلك موضوع التعبير سواء جالك موضوع تعبير عادي او ايميل هو هو انت مش بتعمل فيه اي حاجة نفس موضوع نفس الجمل اللي هتكتبها نفس المضمون نفس المحتوى بس كل اللي هيفرق معاك ان ايه ان موضوع التعبير بياخد الشكل ده تمام شكل عادي جدا ما فيهوش اي حاجة بنراعي ان احنا بنسيب مسافة هنا بنحط فصلات الكلام ده كله نفس الكلام ده بنطبقه في الايميل ولكن بناخد بالنا ان احنا لازم نكتب دول في الاول to نقط from نقط احط نقط لو انا مش مذكر دي اسامي subject يعني الموضوع لازم اكتب الكلام ده طبعا الموضوع هيبقى العنوان بتاع الايميل an interesting place طب افرد هو قالك ابعت ايميل لصاحبك ابعت ايميل لصاحبك وقوله عن your favorite program البرنامج المفضل لديك فكده اصبح ايه اصبح ان موضوع التعبير ده انا هحوله الايميل تمام هكتب تو لو هو ايه اللي اسمها هذكره from subject my favorite tv program هحطها هنا في الموضوع ماشي وبعد كده هبتدي الايميل بتاعي deer رمزي او فلان بقى الاسم اللي هيذكره ونبتدي نتكلم تمام فهنا هتكلم في الايميل دوت عن مكان شايق فبيقوله ايه Egypt has many interesting places to visit يعني ان مصر لديها many interesting places اماكن ممتعة كتير كتير مني يعني كتير اماكن كتيرة ممتعة to visit يمكن زيارتها فلسطة the pyramid بيبتدي بقى يقوله امثلة the pyramid الاهرامات انجيزة مثلا الاهرامات الجيزة is my favorite one اكتر حاجة مفضلة عندي فلسطة خلصنا من جملة a lot of tourists يعني كثير من السياح come to see it بييجوا علشان يشفوها to see it ات هنا عيدة على ايه على البرامد the pyramids the pyramids were built thousands of years ago يعني البرامد الاهرامات were built تم بنائها thousands of years ago يعني منذ الاف السنين ماشي by ancient Egyptians عن طريق مين او بواسطة مين المصريين القدماء ممكن الجملة دي اقسمها جملتين اقول ان هي تبنت منذ الاف السنين لحد هنا كده هقول مثلا they were built بدل بقى بيرامد زي هشيلها واقول they they were built by ancient Egyptians كده انا كملت جملة تانية ان هما تبنوا عن طريق المصريين القدماء دي كده جملة وان هما تبنوا منذ الاف السنين دي كده جملة نكمل they were built to bury their kings طبعا هما بنوا الاهرامات علشان يدفنوا their kings الملوك بتوحهم كلمة زي دي صعبة وانا مش هفتكرها في الامتحان بلاش من الجملة دي خالص اجيب جملة غيرها the great pyramid الهرم الاكبر is very high بلاش اسكو الرقم تمام فاحنا نعبر بطريقتنا يعني نستخدم الكلمات وما نفتيش عشان ما نطلق بطش يعني اللي احنا عارفين نكتبه نكتبه بس اهم شي ان انا اكتب موضوع تعبير ما سيبش مكان موضوع التعبير فاضي ما سيبش اي سؤال مكانه فاضي لازم اكتبه ايجابة حتى لو انا شاكك في الاجابة يمكن لعلة وعاسة تطلع صح تمام فناخد بالنا من التركات دي طيب بالنسبة بقى لشكل الامتحان طريقة الامتحان ازاي هنحل الامتحان بكرة طبعا في برضو كراسة المراجعات والاختبارات بتاعة المعاصر بيقول لك ان هو جاي فيها 21 امتحان من امتحانات المدارس طبعا محافظات مختلفة اللي قدامي ده مثلا اختبار محافظة القاهرة تمام كده ده طبعا اختبار شامل على المنهج كله هو مش دلوقتي مش عامل لي اختبار في جزئية معينة لا ده على ال 9 او ال 9 واحدات اللي عندي لو شفنا الامتحان هنلاقي ان اول سؤال بيجي للليسنينج اللي هو الاستماع سؤال الاستماع اين زامه سؤال الاستماع المفروض ان فيه مدرس او مدرسة بتدخلك بيبقى معاها قطعة او براجراف صغير وبتبتدي تقرهولك بالراحة وبوضوح ولو انت مثلا ما سمعتش جملة كويس ممكن تطلب منها ان هي تعدها لك تاني ما فيهاش اي مشكلة تمام هتقول لك قطعتين القطعة الاولى عليها اسئلة اختياري طبعا وهي بتقرأ لازم نكون مركزين معاها كويس جدا تمام والقطعة التانية برضو بتكون اه عليها اسئلة بس اسئلة مقالية لازم تكتب له اجابة كمين اوكي بعد كده السؤال التاني بيكون عن أو اللي هي الوظائف اللغوية اللي انا لسه متكلمة عليها وبقول ان هي الوظائف اللغوية دي موجودة فين في في الجزء الخامس من كل وحدة لو احنا عايزين نراجع عليها الوظائف اللغوية جايب لك تمام وبعد كده جايب لك ميني دايالوج زي ما احنا ما متعودين وحلين قبل كده ان الميني دايالوج بيكون قصير جدا ومنفصل عن بعضي يعني وان دي محادسة الوحديها وطو دي محادسة الوحديها بعد كده هيجيب لك الريدينج كومبريهنشن او قطعة الفهم قطعة الفهم دي المفروض ان انا بقراها كويس وكون عارفة معناه يعني على قد مقدر ممكن تقابلك كلمات صعبة انت مش فهمها او مش عارف معناها عادي مش مشكلة هنقول ازاي نحل مع بعض وبعد كده بيجي لك على القطعة تلات اسئلة تمام اسئلة مقالية لازم تكتب اجابات وبعد كده بيجي لك سؤالين اختيار اوكي طيب بعد كده بيجي لي سؤال اللي هو سؤال زريدر ريدر اللي هو القارئ او الكتاب القصة السؤال اللي على القصة فبيجيب لك هنا مثلا تايبل يعني جدول كده بتوصل انت طبعا المفروض ان انت فاهم مضمون القصة كويس وعارف الاحداث بتاعتها فبتبتدي تقرأ وتشوف اي جملة ماشية مع الجملة دي وبتوصلها ببعض وبعد كده بيجيب لك اسئلة مقالية على القصة بيكون حوالي اربعة او تلاتة تمام لو بصنا وراها هلاقي تكملة في سؤالين تاني للقصة بعد كده السؤال السابع بيجيلك بعد كده السؤال السابع بيكون على المفردات او معاني الكلمات والستركشورز اللي هي القواعد يبقى هنا السؤال ده بيتضمن في حوالي تمن جمل ماشي بيجيلك حوالي خمسة منهم على معاني الكلمات وتلاتة على القواعد على القواعد الجنعم بعد كده بيجينا السؤال اللي فيه تشغيل الدماغ اللي هو بيقولك صحح الكلمات اللي تحتها خط ده بقى لازم اكون فهمها يعني لازم اقرأ الجملة فهم معناها اشوفها وعايزني كلمة دي مثلا عايزني اجيب عكسها او مثلا فعل عندي عايزني احطه في الماضي او مثلا كلمة حروفها مش كده حروف تانية وهكذا تمام بعد كده في الاخر بيجيلي بعد كده في الاخر بيجيلي الرايتنج الرايتنج اللي هو موضوع التعبير فبيقولك يعني اكتب قطعة او براجراف من ست جمل على ايه جايب لك التايتل او العنوان بتاع موضوع التعبير يعني كيف قضاية العطلة الاسبوعية الماضية طيب تعالوا نحاول كده نحل الامتحان مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه يعني احنا عاملين ايه محتاجين نراجع تاني اكتر شوية ولا احنا تمام لو احنا بصينا للسؤال الاول اللي هو قطعة الاستماع انا دلوقتي هقرار لكم قطعة الاستماع ركزوا معايا كويس علشان هنسأل الاسئلة دي ونشوف هنعرف نحلها ولا لا قطعة الاستماع برضو على كل سؤال هتلاقيها مكتوبالك ورا في الكتاب يعني لو معاك حد كبير او معاك حد كبير بابا او ماما بيعرف في ارانجليزي وكده وارالك قطعة الاستماع وانت تحلي او انت تحلي عليها الاسئلة كتدريب لو انتو حابين تعملوا كده شايفين قطعة الاستماع فيلم وشكلها ورا عامل ازاي في صفحة 127 في كراسة المراجعة والاختبارات اللي بكتاب المعاصر مكتوب لكايرو جيفرنمينت اللي هو اختبار القاهرة تمام كده ادارة رود الفرج التعليمية فالقطعة السماعية المفروض ان انت مش هتبقى شايف الكلام ده قدامك انت بتسمعه بس فهو بيقولك مش هترجم عربي بيقولك وناخد بالنا وناخد بالنا من اول كلمة دي لانها ممكن تكون اجابة سؤال حقتVI الليل اوضى أيضا اوضع منdzieع hanno ايضا ن leagues ا Legend كان اجابة كان literacy 1 2 0 فرو اس别 اعطب 1 2 0 فرو للي تمام طيب تعالوا نرجع للأسئلة ونشوف هنعرف نحل إزاي بيقول لك نومبر وان what did the neighbor see coming out of a window يا طالب بقى النايبر شاف إيه من الويندو village phone smoke house يس شاف دخان طالع من الشباك ونيبر يعني الجار نومبر تو when did the fire happen when when أدا تستفهم بمعنى متى when did the fire happen إمتى النار دي حصلت last week last month last year ولا last summer دايما أنا قلت لكم الكلمة لأول كلمة في القطعة السماعية ممكن تكون موضع سؤال فهي كانت last week why did the neighbor phone 120 why أدا تستفهم بمعنى لماذا ليه بسأل عن السبب why did the neighbor phone 120 for playing for help for swimming for fun طبعا for help بتكون سهلة جدا تمام ناخد بالنا بقى من الأسئلة دي وهقول لكم برضو القطعة السماعية ومش هترجم بس هقرلكم الأسئلة الأول أول سؤال عندي بيقول لي what sport does Abraham have not to play يعني إيه الرياضة اللاعب إبراهيم ده كان بيلعبها ده طبعا شخصية رياضية مشهورة جدا ومسكورة القصة بتاعته عندنا في درس في الكتاب number two how old was Abraham when he had an accident how old يا ترى كان عمره قد إيه إبراهيم لما عمل الأكسدنت الحادث ده which part of Abraham's body أي جزء أداة اللي استفهم which دي معناها أي أي جزء من جسم إبراهيم doesn't he have now فقط إيه في الحادث ده شوفوا القطع بتقول إيه مش هترجم إبراهيم حماتو is an amazing man who plays table tennis who plays table tennis for Egypt when he was 10 when he was 10 he had an accident now he has no armies he has no armies but plays table tennis very well طبعا السؤال دوت لو أجبت فيه إجابات مختصرة بس المهم إن هي تكون صحة عادي مفيش مشكلة what sport does Abraham have not to play يا ترى كان بيلعبها أي رياضة table tennis فهنكتب هنا كلمة table tennis أو أقول he plays table tennis لو أنا عايزة أجاوب إجابة كاملة number two how old was Abraham when he had an accident كان عمره قد إيه لما عمل الحادث عشر سنين طيب السؤال الثالث which part of Abraham's body doesn't he have now إيه الجزء اللي فقدوا أو مش موجود دلوقتي في جسمه arms yes الزراعين فقط زراعين والإتنين بس على الرغم من كده برضو كان بيلعب table tennis very well تمام his arms فقط زراعين والإتنين تمام تعالوا بقى للديالوج أنا قلت قبل كده لما نيجي نحل الديالوج مع بعض أو لما أجي أحل الديالوج في الإختبار لازم أقرأ المحادثة كلها الأول عشان أشوف الحوار ماشي إزاي خالد is introducing his friend to أحمد خالد بيقدم صديقه his friend بيقدم صديقه لأحمد فخالد بيقول له hi أحمد this is my English friend ده صديق الإنجليزي Tom اسمه Tom فTom بيقول له how you do أحمد طبعا أكيد هيسلم عليه بي الاتنين بيقدموا شخص بيقدم زميله لحد تاني فأحمد بيقول له please do a you Tom have you visited Egypt before هل زرت مصر قبل كده فرح Tom هيقول له ايه this is my first visit دي أول زيارة ليا يبقى أكيد ما زرش مصر قبل كده أحمد places did you visit هو عايز يقول له أي أماكن أنت زرتها فهيقول له I visited the pyramids زورت الأهرامات and the Egyptian museum والمتحف المصري طيب يبقى هنا بيقول له إيه طبعا أنا عارفة أن في كل مكان من ده أنا هكتب أربع إجابات واحد اتنين تلاتة أربعة كلمة واحدة بس اللي مطلوبة مني هقول إيه بقى how do you do أحمد يعني كيف حالك يبقى هنا هنحط بس الفعل do how do you do بنستخدمها لما بنقدم اتنين لبعض فهيقول له pleased to a you طبعا أنا سعيد لمقابلتك pleased to meet you have you visited Egypt before هل زرت مصر قبل كده فتم هيرد عليه بيقول له إيه يترى بقى هيقول yes ولا no this is my first visit دي أول زيارة ليا فهيقول له إيه no this is my first visit لأ دي أول زيارة ليا فأحمد سأل سؤال يبقى هنا السؤال أول كلمة في السؤال هتبقى أداة اللي استفهام فهيقول له إيه إيه الأماكن did you visit اللي انت زرتها أي أماكن انت زرتها فهتبقى أداة اللي استفهام إيه which which places did you visit إيه الأماكن اللي انت زرتها فهيقول له I visited the pyramids زورة الأهرامات وكمان المتحة في المصر أعتقد سهلة لما بنقرأ الإنجليزي كده ونحس إن احنا فاهمين الكلام غير لما بنحس إن احنا بنقرأ تلاصم أو إن احنا مش فاهمين معنى الكلام فهنا البقى تعالوا للمني ديالوج هنا أول ديالوج أول مني ديالوج عندي ما بين سلمة ونهلة فسلمة سألت سؤال بتقول لها إيه what kind of films do you recommend أي نوع أو ما النوع what kind of films أي نوع أو ما النوع من الأفلام do you recommend بتوصي به أي أكتر نوع بتوصي به برحتك اللي أنت عايز تقوله قوله عايز تقول comedy films برحتك عايز تقول drama زي ما أنت عاعد فهتقول لها مثلا فهنا يو في السؤال هتتحول لآي في الإجابة هتقول لها I recommend comedy I recommend comedy films تمام كده أشرف وماذر ما بين أشرف ومامتو أشرف سأل سؤال فمامتو بتقوله sorry علي isn't here at the moment آه أسفة علي مش موجود هنا دلوقتي يبقى ده كده محكسة في تليفون في حد بيتصل بيقول لها ممكن أكلم أشرف هيقول لها ممكن أكلم علي فراحت قالت له أسفة علي مش موجود هنا دلوقتي يبقى السؤال هيبقى إيه may speak to علي please طبعا في النهاية لازم أحبط كلمة please نيجي لقطعة الفهم والله العظيم سهلة مش عارفة ليه معظم الطلبة بيترعبوا منها مع أن هي بسيطة جدا وسهلة جدا لازم أكون عارفة معنا كل كلمة فيها تعالوا كده نقرأها مع بعض كايرو إزا بيك سيتي ميش يعمل حق كايرو إزا بيك سيتي كايرو مدينة كبيرة it is the capital of Egypt هي عاصمة مصر تمام about twenty million people about يعني حوالي عشرين مليون شخص live there بيعيشوا في القاهرة يعني there are قناها كذا مرة there are يعني يوجد للجمع there are a lot of gardens بيوجد فيها طبعا حضائق كتيرة جدا where families can go علشان كده العائلات أو الأسر can go and spend nice time العائلات ممكن يقدو فيها nice time وقت حل there are also a lot of restaurants كمان يوجد there are برضو يوجد للجمع also أيضا a lot of restaurants restaurants يعني مطاعم where you can eat حتى لو أنت ناسي كلمة restaurant معناها إيه eat حاجة إحنا بناكل فيها delicious food أكل لذيذ يبقى أكيد دي مطاعم tourists from all over the world come to Cairo معناها إن سياح من كل أنحاء العالم بييجوا للقاهرة they enjoy ancient places they enjoy هم بقى مين اللي بيستمتعوا they هنا ضمير بمعنى هم هم ده هيبقى عائد على مين عشان هيسألك لو أنا بقى فاهم القطعة هعرف إن مين هم اللي بيستمتعوا بالأماكن القديمة أو الأسرية they visit the Egyptian Museum هم بيزوروا المتحف المصري to see historical objects علشان يشوفوا الأشياء التاريخية they also هم كمان go to the Cairo Tower بيروحوا برج القاهرة where يعني مش أداة استفهم بقى هنا بمعنى أين لا بمعنى حيث where they can have a look علشان بيروحوا برج القاهرة علشان have a look يلقوا نظرة on the whole city على كل المدينة طبعا فيه كلمات هتقع منكم انتو مش عارفينها عادي جدا whole الWD silent أنا مش هنطأها طيب تعالوا نشوف كده أول سؤال أول سؤال بيقول لي إيه why do families go to gardens ليه الأسر أو العائلات go to gardens بتروح طبعا حد بقى متمكن وكده هيقول لك إيه على طول to spend the nice time عشان يقضوا وقت حلو طيب لو حد يعني على قدوا شوية أنا عارفة أن انتو كلكم شاطرين وإن شاء الله تبقوا موفقين بكرة واللي مدحان يكون سهل فأنا هشوف كلمة جاردنز وفاملز دي موجودة في أي جملة في القطعة فأنا لو بصيت هلاقي شايفين الجملة دي أنا شايفة هو شايفة فاملز وشايفة جاردنز ماشي وفيه فلسطوب يعني الجملة بدأ من هنا فهنا الجملة بتقول لي إيه there are يوجد a lot of gardens حضائق كثيرة will families can go and spend nice time تمام؟ أنا مش عاجزة كل الجملة دي أنا عايزة الجزء اللي يخصيني اللي هو بيسألني فيه بيقول لي why يعني لماذا هما ليه بيروحوا فهقول له إيه بقى هقول له to spend nice time لو أنا عايزة أجاوب إجابة مختصرة لو أنا عايزة أجاوب إجابة كاملة هقول إيه هحزف أداة الاستفهام why وهحزف دول فعل المساعد وهقول الفاميلز ممكن أكتبها وممكن بدل كلمة فاميلز دي أقول عليهم زي هما أجيب ضمير يحل محلها وهقول إيه they go to gardens to spend nice time دي كده إجابة كاملة لو أنا عايزة أجاوب إجابة مختصرة هقول من أول هنا بس to spend nice time أوكي طيب الجملة التانية where can tourists have a look on Cairo where يعني أين السياح يقدروا أن هما يلقوا نظرة على القاهرة where أين منين منين يقدروا يلقوا نظرة على القاهرة هقول إيه ها الجملة هي have a look on the whole city يبقى هنا منين كايرو تاور فهقول إيه from طبعا هكتبها بحروف capital c وال t علشان ده اسم مكان مشهور هقول from كايرو تاور من برج القاهرة أو لو هجاوب إجابة كاملة فهقول إيه هحزف أداة الاستفهام وهقول على tourist they عشان ضمير يحل محلها they can have a look on كايرو from كايرو تاور وأكمل إجابتي طيب السؤال الثالث what is the capital of Egypt capital of Egypt يا عم الحق أهي أطلع كده فوق بعنيك capital of Egypt ارجع لأول الجملة فلسطوب ينفع أقول له it is the capital of Egypt هي مين اللي it is انت كده جايب لي ضمير مجهول أنا مش عارفة أنت بتكلم عن إيه لازم أقول له بقى كايرو أقول له كايرو is the capital of Egypt تمام يعني ما ننقلش الجمل زي ما هي هكذا خاب من القطعة في السؤال لا لازم نركز شوي فهقول له نيجي بقى لأسئلة الاختياري number four the underlined pronoun يعني pronoun هنا دي الضمير الضمير اللي تحته خط اللي هو زي اللي مكتوب بالخط التقيل ده refers to كلمة refers to يعني يعود على لو أنا رجعت للقطعة لما أنا قلت they enjoy ancient places هما مين بقى هارجع بظهري كده الورا مين هما التوريست تمام السياح number five about what million people live in كايرو حوالي قد ايه كم مليون بيعيشوا في القاهرة 20 30 12 13 طبعا 20 مليون 20 مليون نيجي بعد كده لسؤال القصة طبعا سؤال القصة أنا مش هتطرقله لأن أنا مش رحتش القصة في القناة تمام لأن أنا بدأ الفكرة جات لي متأخر أنا بدأ في شهر عشرة فاللي عنده أي بقى مراجعات للقصة أو كده أو أنا ممكن أنا يعني إذا كان في وقت ممكن أنزل فيديو في كل النقاط الهمة إلا على القصة تمام لو أنتو عايزين تراجعوا القصة عشان تكونوا ملمين بالأحداث أو لو الوقت دهمكم برضو وعملتوا زي كده وملحقتوش إن أنتو تشرحوا أو تقروا ملحقتوش يتشرح لكم حاجة أو تقروا أو نسيت والأحداث وطبع هنا لو بصينا في الكتاب الكبير ده عامل لي سبوتلايت سبوتلايت يعني حطط لي حاجات مهمة جدا لكل الشابتر هو القصة فيها أربع فصول تمام طيب لو أنا جيت هنا بصيت ده دي أهم النقاط والأسئلة والإجابات على الشابتر الأول اللي هو الفصل الأول فأنا إذا كان في وقت إن شاء الله ممكن أن نزلها في فيديو تاني لوحدية عشان الفيديو ميكونش طويل فهنا ملخص لك كل فصل الصفحة دي صفحة 347 صفحة 347 ومركز لك على الكلمات المهمة أنت ممكن تكتفي بيها بس في الإجابة باللون الأحمر فنركز عليها هو كان عايز يكون إيه هقول كان عايز يكون بحار طيب وهكذا طيب إن رجاحة حلوة جدا هو عملها لك بس في ثلاث ورقات القصة كلها ملخصها في ثلاث ورقات تمام فدي حلوة لو أنتو حابين ترجعوا ليها راحنا هنعدي سؤال القصة ونيجي للسؤال اللي بعد كده سؤال الفوكاب أو المفردات اللغوية والجرام تعالوا لأول جملة كده بيقول لي إيه يعني قد إيه كبيرة الصور الأولى كانت قد إيه كبيرة أون تيفي إيه بقى على التيفي بوكسز ولا تيفي سكرينز ولا إيميلز ولا بيجينز طبعا أكيد على شاشات التلفزيون شاشات التلفزيون كانت الصور فيها زمان أول ما اخترعوا التلفزيون كانت صغيرة جدا number two you what speak English very well to be an English teacher السؤال ده grammar قواعد بيقول لك أن أنت لازم تتكلم إنجليزي very well كويس جدا to be an English teacher عشان تكون مدرس إنجليزي فهنا فيها إلزام هقول you can كان للقدرة must الإلزام حاجة لازم تكون can't منفية لا تستطيع و mustn't يعني ما تعملش كده طبعا هقول you can speak side يعني معلم سياحي مهم جدا لكن seat بمعنى مقعد و sit فعل بمعنى يجلس و side يعني موقع إلكتروني فشوفوا بقى مراجعة معاني الكلمات بتساعدني إزاي طيب طيب نمبر 4 what time did you what your homework yesterday ده سؤال قواعد what time أي وقت did you نقط عايز أقولك أي وقت أنت خلصت في your homework الhomework بتاعك مبارح سؤال في الماضي والسؤال في did يبقى هقول finish ولا finish اللي فيها s ولا finishing اللي فيها ing في الآخر ولا finish اللي فيها ed السؤال في الماضي فما فيش حد يطلع يجري على الفعل اللي في الماضي واحدة واحدة أنا قلت لما يكون عندي did في السؤال did دايما الفعل معاها ييجي مصدر تمام what time did you finish your homework yesterday تمام لو أنا بقى هجاوب هحزف did وهقول I finished دي أنا لو هجاوب هقول I finished my homework واقول بقى الوقت number five go along that what then turn right وبعد كده ليه في يمين to reach the library علشان توصل للمكتبة rich يعني يصل إلى المكتبة يبقى هقول لك go along that toilet laboratory laboratory gym corridor corridor طبعا أنا بوصف direction اتجاه أنا بقول لك يمشوا على طول من ايه من الممر ده وبعد كده ليه في مين corridor number six the sky is full of dark clouds ان السماء is full of full of يعني مملوء بي dark clouds يعني صحب غمقى قوي يعني صحب كتير it rain عايزة أقول هتمطر منطق كده طالما السماء فيها صحب يبقى هتمطر طب هقول بقى اي تركيبة طبعا السؤال ده برضو على قواعد الجرامر is going to will isn't going to want طبعا منطق كده لو انا في الامتحان بكرة فهستبعد المنفية want و isn't المنفية برضو دي اجابتين منفيتين فهستبعدهم لان منطق السماء مليانة بالصحب يبقى هتمطر طب هقول it is going to rain ولا it will rain خدنا قبل كده الفرق ما بين will بتدل على المستقبل يعني سوفة و is going to برضو بتدل على المستقبل يعني سوفة بس ايه الفرق ما بينهم الفرق ما بينهم ان will بتيجي دايما مع القرارات والحاجة اللي مش بتاخد وقت حاجة طقت في دماغي وانا عايز اعملها فبستخدم will تمام او بتيجي لحاجات انا بقولها او توقعات بقولها عن المستقبل بس انا ما عنديش دليل انا ما عنديش دليل لكن هنا انا عندي دليل بقول ان السماء مليانة صحب يبقى منطق ان هي هتمطر يبقى is going to rain اختار دي تمام خدوا بالكم ان في حالات باختار فيها will لكن is going to التركيبة دي برضو بتدي معنى will سوفة بس دي بستخدمها للحاجة اللي فيها تفكير الحاجة اللي فيها ترتيب اللي انا بحضر لها انا مثلا مسافر الاسبوع الجاي هقول i'm going to travel next week يعني انا مسافر الاسبوع اللي جاي يعني انا بقى مجهزة ومرتبة في شنطة بحضرها والكلام ده كل number seven many earthquakes يعني العديد او الكسير من الزلازل نقط the lighthouse of Alexandria هقول بقى ايه protected damaged since since forever اي كلمة هتجيلي في السؤال طبعا يت مش هينفع استخدمها لان يت بتيجي في السؤال في اخر السؤال او في نهاية الجملة المنفئة يبقى يت بتيجي في نهاية السؤال لازم تكون اخر كلمة او في نهاية الجملة المنفئة اللي فيها نافي طب ده سؤال وفيه هنا five years هقول بقى have you played for الاهلي since five years ولا four five years طبعا دي مدة على بعضيها لمدة خمس سنوات فهقول four five years تمام مش هينفع اقول ever لان ever برضو بتجيلي في السؤال بس بتيجي هنا في الاول have you ever played فالمفروض يكون مكانها هنا مش هنا تمام طيب تعالوا كده للسؤال ده هنا number one عايزة صحح الكلمات اللي تحتيها خط اول جملة بيقول لي ايه a wet place يعني مكان رطب او مولل a wet place has no water in it has no water يعني مكان ما بيكونش فيه مية يبقى اكيد مش رطب يبقى مكان جاف عشان ما يكونش فيه مية لازم افهم الجملة جاف بقى يعني ايه dry yes number two where do you use to spend the holiday اين تعودت ان انت تقضي الهوليدي الاجازة بتاعتك وغادي مبنى من حاجة هنا في use to طب use to ييجي معها ايه معتالة تعالى ييجي معها ايه سؤال بتاعها يبقى فيه did مش do يبقى where did you use to تمام number three they live on the second floor عايز اقول ان هما بيعيشوا في الطابق التاني second floor الطابق التاني طبعا دي مش floor دي flower flower يعني ايه او الطحين تمام لكن floor اللي هي الطابق بقى او الدور الاول او الداني هما بيقولي هنا الدور التاني فهتبقى fl o r number four is this the dog who caught the thief is this the dog is لما تيجي في اول السؤال بمعنى هل هل هذا الكلب الذي هو هنا الذي caught الماضي بتاع catch مسك هل هو ده الكلب اللي مسك اللص الحرامي thief يعني اللص او الحرامي طيب هل منطقي فاكرين لما درسنا الروابط who we that we which where فهنا طبعا هو دي بستخدمها للعاقل الدوج هنا غير عاقل يبقى هو ولا yes which بعد كده بقى بنكتب موضوع التعبير بصوا كده معايا انا كتبت لكم نموذج كده لموضوع التعبير ده مثلا لو انا هتكلم انا عايز اقول how did you spend your spend your last weekend انا عايز اتكلم عن الاجازة بتاعت الاسبوع اللي فات بتاعتي فهقول مثلا ايه last weekend يعني العطلة الماضية او الاجازة اللي فاتت وبعد كده احط كما طبعا هنا نسابة من نسافة بدأ هنا بحرف capital فهقول it was a nice day كان يوم جميل فرص طب او فصلة هحكي بقى اقول مسلا i wake up طبعا الافعال بتاعتي كلها في الماضية عشان هو بيقول لي you're lost الماضية اللي فاتت يبقى كل الافعال بتاعتي في الماضي i wake up at 10 o'clock انا صحيحة الساعة 10 الصبح تمام افرط حد مش عايز يكتب 2 o'clock مثلا اقول i wake up early صحيحة مبكرة مثلا i had breakfast انا عايزة بقى اجمع جمل اكتب جمل فهقول i had breakfast فلو ستوب تناولت الفطار بتاعي مش هينفع اقول i have breakfast have هنا بمعنى يتناول بس انا هجيب الماضي بتاعها عشان انا بتكلم في الماضي i had breakfast فلو ستوب فصلة بعد كده هقول i had it it هنا عيدة على الbreakfast مش عايز اكرر الكلمة تاني فهقول i had it with my family يعني انا تناولت الفطار مع اسرتي نكست بعد كده يعني او التالي او عملنا ايه بعد كده نكست فصلة we watched a nice movie we watched a nice movie بعد كده اقول شوفنا فيلم جميل مسلا في التلفزيون مع بعض كاسرة قعدنا يوم اجازة بقى فهنا watched برضو جت لفيلم ماضي فلو ستوب my mom made a cake for us او my mom made a delicious cake for us ماما عملت لنا كيك حلوة قوي هنا برضو made الفعل الماضي لميك بدل make يصنع made made a cake for us لينا after that بعد ذلك we went shopping we went shopping خرجنا عملنا تسوق هنا مش هقول go و هقول went برضو في الماضي بدل we go shopping we went shopping we had lunch out وكمان تناولنا الغدى بره الغدى بره out we had ما قلتش we have i bought new shoes وكمان اشتريت shoes او حزاء جديد هنا bought الماضي بتاع باي i bought new shoes فلو ستوب we came back home يعني بعد كده بقى اقول رجعنا البيت طبعا انتو برحتكم افرض ان انت مسلا مش عايز تكتب الجملة دي we watched a nice movie في البيت ممكن تقول we went out we went to the cinema رحنا شفنا فيلم في السينما وبعد كده عملنا shopping اشتريت shoes مسلا بعد كده we came back home at ten o'clock رجعنا البيت ساعة عشرة مسلا بالليل i spent nice time قضينا وقت حلو جدا we spent nice time together مع بعض مسلا لما تحس ان انت هتكتب كلمة صعبة وهتطلغبط فيها بلاش هات بديل لها تمام او حاول تبسط الامور بالنسبة لك هتلاقي الجمل هنا سهلة جدا مش معقدة انا كتبت هنا حوالي كم جملة ساعة جمل هو طالب منك ست جمل لو كتبت بزيادة خير وبركة كتبت بست جمل برضو تمام كويسين تمام بس هو كانوا بيقولوا ان الموضوع التعبير تقريبا هيكون تسعين كلمة يعني ايا كان هل ده كلام اكيد ولا لا هيبقى ست جمل ولا اكتر عشر جمل هما هيحددلك فواتيفر احنا عرفنا الطريقة ان فيه جمل ممكن بدل ما اكتبها جملة طويلة على بعضيها اقسمها الجملتين يعني اشغل دماغي كده في الامتحان ما تخضش افرد انا رايحة الامتحان وعرفت ان هو طالب مني ست جمل اوكي طب افرد لقيت هنا ناين اكتب او تين سنسا اكتب عشر جمل ما تخضش عادي هي هي وزود من عندي وافتكر معلومة جملة اردتها في درسي قبل كده يعني حاول تبسط الامور ليك اعظامنا تكون هادية ننام كويس ونراجع كويس ما نتخضش من الانجليزي ان شاء الله هيكون سهل نحاول نتغاضل الكلمات الصعبة تمام ان شاء الله اذا كان فيه وقت ان شاء الله اذا كان فيه وقت ممكن انزل فيديو عن القصة زي مراجعة شاملة كده مختصرة عن القصة ان شاء الله بالتوفيق للجميع اذا كنت استفدت او حاسيت ان فيه اضافة او معلومة مفيدة في الفيديو دوت يريد تشيروا لزميلك وتشجعوا بعض وتذكروا ما ضيعوش وقتكم وبالتوفيق ان شاء الله احنا طبعا مضغوطين الترم ده لان انا قلت لكم ان انا بدأت متأخر بس ان شاء الله في الترم اللي جاي ان شاء الله احنا مكاملين مع بعض والسنة اللي جاية برضو ان شاء الله مكاملين مع بعض على طول بس ان شاء الله الترم اللي جاي وعدكم ان هنكون لمين كل حاجة اكتر من كده كمان مش هنسيب جزئية في المنهج فعشان كده انا تغضيت عن جزئية القصة الستوري انا ما تطرقتش ليه تمام؟ ان شاء الله بالتوفيق والنجاح وانا عارف ان انتم كلكم شطار باي باي السلام عليكم